ودلوقتي الحقيقة يعني منتكلم بقى عن عموم الفنون في مصر يعني السيدة وزيرة الثقافة كيف ترى حال الفنون في مصر حاليا؟ احنا دراستنا اكاديمية جدا والدراسة الاكاديمية بتعمل فكر اكاديمي متحفز الى حد كبير طبعا وقليل اوي اللي بيخرج عن الخط المتحفز او الاكاديمي ده ويبص للامور بوجهة نظر من الجهة الاخرى بمعنى ايه؟ ان مثلا احنا عندنا التصنيف الفنون معروف دلوقتي في اتجاهات كتيرة جدا في الفن تلاقي فروع كتير من الفن دخل على بعضها يعني لو خدنا مثلا فن البالينا موزج هنلاقي بالي كلاسيك ممكن يتعامل على موسيقى شرقية وبالي كلاسيك بتعامل على موسيقى غربية سريعة جدا وحتى طريقة الاداء اختلفت لكن حتظل القواعد الاساسية في الاداء لفن البالي موجودة هي المدرسة الطالب او الطالبة بيتعلموا ويتربوا عليها نفس الحكاية في الموسيقى ماذا عن السينما؟ عن المسرح والفنون الجماهيرية بالزبط كده شايفها زي في المسرح؟ في المسرح انا ملاحظة حاجة ان مسرح ويمكن كمان موسيقى زوء الشباب اختلف بمعنى ايه؟ اقاع الحياة دلوقتي سريع والشباب دلوقتي مقدرش يعد يسمع اغنية ساعة ولا ساعة ونص زي ما كانت الناس بتحضر مثلا حفلات ام وكلسوم زميل وده وضع طبيعي يعني بالزبط كده التطور اللي حصل في العالم كله احنا مش بعاد عنه حصل عندنا برضو فيمكن ده يكون سبب في ان شكل الفنون اتغير عشان يبقى مواكب للعصر وحجم الفنون طيب يعني اذا كنت هتكلم بقى على حجم الناتج الفني مثلا في السينما قضية السينما انا عارفة انها بالنسبة لحضرتك قضية شخصية جدا انا كنت دايما بتساءل بني وبن نفسي كده ده وخصوصا بعد ما اشتغلت في وزارة الثقافة بعد ما اتخرجت كان دايما بتشغلني فكرة ان انا بلاقي في وزارة الثقافة دايما قطاع لكل فن الا السينما غريبة اه والحقيقة لما كنت بسأل كنت بسأل من باب الاستغراب ومن باب ان انا خريجت فنون ومن باب ان انا عايز اعرف السبب ليه يعني وخصوصا بعد ما توليت بعض المسئوليات في وزارة الثقافة قبل ما تكلف بالوزارة بسنوات طويلة يعني ما كنتش بلاقي رد بس عشان كده يعني اول ما اتكلفت بالوزارة تخلت على الهيكلة بتاعة وزارة الثقافة علشان الانتقال الى العاصمة الجديدة فطبعا كل الوزارات بتعاد الهيكلة الادارية بتاعتها فاول مطالبت ملف الهيكلة اول حاجة بسيت عليها السيني ليه بقى علشان ان احنا نقدر نشتغل بتلت العدد 24 الف موظف يعني في مقر القاهرة والاقاليم القاهرة والاقاليم والاقاليم فيها بالتحديد هيئة قصور الثقافة 12 الف موظف يعني نص العاملين في وزارة الثقافة الوحدهم في قطاع قصور الثقافة انا كان لدي تجربة الحقيقة كنت محظوظة بها جدا ان انا اشتغلت فيه صندوق التنمية الثقافية لمدة يمكن 16 سنة والحقيقة ان المكان ده من الاماكن النكحة جدا في الوزارة وليها سيستم محافظة عليه من اول ما بدأت حتى الان ويعني انا اعتقد ان السر وراء النجاح او الاستمرار كمان في النجاح ده ان عدد الموظفين فيه قليلين جدا فكل واحد عنده مهمة بيؤديها هو عارفها